صباح الخير معكم مونير عجم الفيديو الرابع لإدارة مشاريع اليوم بهالفيديو الرابع سنبني على الفيديوهات الأولية الفيديو الأول كان تعريف في شكل عام الفيديو التاني ركزنا شوية على موضوع الشدات وأهميته وضعفه الموضوع التالي ركزنا على نظام العمل داخل المؤسسات هلأ بدي أحب أكمل بالموضوع الـ Organization Project Management في كتير أبحاث عالمية اليوم وجدت أنه بغض النظر كمي المؤسسات تصرف على الشهدات وعلى تدريب وعلى تطوير إداء الأشخاص حتى اللي بيأخذوا Professional Certification مثل PMP ولا Prince2 ولا غيرها هل الموضوع هذا ما عم بيكون كافي لتطوير إداء داخل المنظمات لعدية أسباب سبب الأول يمكن هالأشخاص عم بيأخذوا دورات تدريبية وعم بيأخذوا الشهدات وعم نجحوا فيها بس مثل ما قلنا سابقا يمكن أول شي ما بيعرفوا طبقوها أما ما عم بيعرفوا كيف يطوروا الأداء أما يرجعوا عن مؤسساتهم وجربوا يعني ممكن يشتغلوا يأخذوا بعض الأفكار ويطبقوها بس ما قدرين يأخذوا هالأفكار ويبنوا النظام المؤسساتي اللي تتلمنا عنه اللي هو الأو بيأم سيستم اللي حكينا عنه برقم الفيديو رقم تليف ايه طيب هالشي شو عم بيصير فكير أبحاث عم بتصير مثل ما قلنا من مننا ومن غيرنا ومن من منظمات حتى البيأماي عم بيلاقوا انه ليش المؤسسات مش عم بقدر تطور أداءه وعن بيضل نسبة الفشل بإدارة مشاريع نسبة عالية جدا أحد الأسباب اللي لقيوها انه كتير منظمات ما عندها استاندرايز بروسسز يعني ما عندها نظام يعني حكينا نحن بالفيديو رقم التالي هو أهمية النظام في ناس شركات بتقول لك انه ما عندنا وقت وبتاخد كتير ما ممكن يعملوا بروجيك مانجمت آفس اللي هي مكتب إدارة مشاريع بس ما ركزوا كتير على موضوع بناء النظام خاصة اذا كان بناء نظام مستدام للشركات هون الأبحاث عم تقول انه هيدا أحد الأخطاء وعم تؤدي إلى أداء ضعيف بإدارة مشاريع وما عم بيصير تطوير الأداء بشأن هيك ضروري انه المنظمة تكون عندها نظام متكامل ثابت لما نحكي كلمة ثابت نحن ما في شي مش مقصود ثابت انه متل منقوش بالحجر بالطبع كل نظام له إيجابياته له سلبياته له نقاط قوة له نقاط ضعف وبالطبع ممكن يكون في مجال التعديل حسب الحاجة بشنيك مثلا سوكاد عملت أحد منهجيات منهجية الأساسية اللي طورتها شركة سوكاد شركتنا اللي هي بتركز على اسمها Customizable and Adaptable Methodology for Managing Project اللي هي المقصود فيها أنه هي منهجية لإدارة المشاريع قابلة للتعديل والتغيير طيب قابلة للتعديل والتغيير على أساس على أساس نوع المؤسسي على أساس نوع المشروع على أساس حجم المشروع على أساس سعيد المشروع في كتير معلومات هون ممكن ندخل فيها بس نخليها لفيديو ويت مستقبلية بس نحن بحاجة اليوم وهذا حسب الأبحاث اللي منظبات عالمية أومت فيها أنه وضع نظام متكامل وستاندرد معايير محددة ومن داخل المؤسسات لنقدر يكون أي شخص من داخل المؤسسة يعمل يشتغل على مشاريع يتبع على هذه المنهجية الواضحة بالطبع مع التغيير عند الحاجة حسب نوع المشروع وحسب حاجة المشروع هذا أحد الأمور الرئيسية نحن نلاحظها أنه الو بي ام سيستم لا يكون موجود بالشركات هلأ في شركات تجيب اختصاصيين يعملون لشيء اسمه بي ام او بروجيك مانجمت افس هو مكتب إدارة المشاريع للأسف هذا يمكن يريدوا فيديو لحد ذاته اليوم البي ام او اللي تصير ما عم بتتركب أما عم بتتأسس بطريقة السابتي والعلمية عم بتكون أكثر من مثل مكاتب للمراقبة وللتقارير ولما جمع المعلومات يعني مثل مثل البوليس أكثر ما عم بتكون الادار فعال في تطوير الأداء بدأ المؤسسات مش نهايك اليوم المؤسسات بحاجة لنظام متكامل مع التركيز على ادارة التغيير داخل المؤسسات يعني نرجع نحط النقاط الرئيسية 3-4 نقاط رئيسية اللي هني بحاجة لليوم لتطوير الأداء بالمؤسسات متضمن إدارة مشاريع الأول هو وضع نظام متكامل ثابت مع بطبع متغير عند الحاجة بس فيه ثوابة لأنه مش همان نعيد تطوير دولاب مع كل مشروع نظام ثابت standardize processes ثاني شي تركيز على إدارة التغيير داخل المؤسسات لأن المشاريع عادة هي أدوات التغيير ثالثا يكون في تركيز على تطوير talent management اللي هي تطوير تطوير الموارد البشرية من داخل المؤسسة عادات المشاريع بالطبع فيه أمور تاني ممكن تركيز عليها بس اليوم نحن هذا أحد الأمور اللي عم تصير اليوم للأسف ما عم تصير بالطبع في كتير شركات عم تبعت ناس على التدريب ونحن شركات نحن نعمل تدريب لكير كوادر بس للأسف لما ندرب نحن شركات بغض النظر كيف التدريب نجح وكيف كان هالناس تستفيد بالتدريب إذا ندرب لكي منهجية سوكاد أو كان PMP أو Prince 2 أو أي شي تاني لما ندرب الشركات والأفراد على منهجية على موضوع محدد على دليل معرفة من إدارة مشاريع من منظم من المنظمات العالمية إذا هل ندرب لكي مش موجود داخل نظام مع الوقت كأنه علمناهم اللغة جديدة مع الوقت سينسوها إذا ما مارسوها مش ناك اليوم نحن بحاجة لدمج لدمج التدريب مع النظام يعني الخطوة الأولى هي وضع النظام المتكامل والخطوة الثانية هو تدريب الموارد المشاريع ويناع على هالنظام من داخل المؤسسة لنسع عادة لما نكون ندرب نحن يتدرب على معلومات هن يتطبقونها داخل الشركة بدل ما نعطيهم لغة جديدة وبالنها لا يمارسوها نحن نركز على Applied Learning أو العلم التطبيقي بالطبع ممكن نتعمق أكثر بهذا الموضوع بفيديو مستقبلية شكرا معكم مولير عجم